السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في رياض ومدارس الوطن العربي حباء الأطفال اليوم سوف نتعرف على حرف جديد من حروف اللغة العربية دعونا نستمع إلى القسط الرسالة محفوظ وظافر صديقان مخلصان لبعضهما بعضا يتعلمان في مدرسة الظرفاء في العطلة الصيفية سافر ظافر إلى جده مصفر في قرية المحظوظين فقضى فيها ظافر وقتا ممتعا مع صغار الحيوانات في المرعى وفي الحظيرة أيضا اشتقى محفوظ لصديقه ظافر فكتب له رسالة وضعها في ظرف الرسائل وكتب عليه العنوان وألسق طابع البريد ووضعها في صندوق الرسائل وعندما وصلت الرسالة ظافرا فرح بها لأنها من صديقه محفوظ وقال يحدث نفسه أنت صديق مخلص وضريف يا محفوظ اشتقت إليك وتمنيت لو أنك معي والآن يا عزل الأطفال بعدما استمعنا إلى قصة الرسالة هيا لنجاوب على هذه الأسئلة ما اسم الصديقان في القصة؟ أحسنتم محفوظ وظافر أين ذهب ظافر في العطلة الصيفية؟ ذهب إلى قرية جده قرية المحظوذين ماذا فعل ظافر في القرية؟ أحسنتم لاعب مع صغار الحيوانات عندما اشتاق محفوظ لصديقه ظافر ماذا فعل؟ أحسنتم بعث له رسالة أين وضع محفوظ الرسالة؟ وضعها في الظرف أحسنتم عندما رأى ضاف الرسالة ماذا فعل؟ فرح كثيرا لأنها من صديقه محفوظ وتمنى لو أنه معه ولنتعرف إلى حرفنا الجديد اسمه ضاء صوته إذ اسمه ضاء صوته إذ إذ لنخرج لسانة إلى الخارج ونقول إذ اسمه ضاء وصوته إذ 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 كلمة ظبي ظبي إذ في أول الكلمة ظبي إذ ظرف ظرف إذ بأول الكلمة ظرف ظرف إذ 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 ظهر ظهر إذ بأول الكلمة ظهر 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 إذ في أول الكلمة ظل 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 إذ بأول الكلمة ظل ظروف إذ في أول الكلمة ظروف ظروف ظهر إذ في وسط الكلمة مثل مظارة 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 الإذ في وسط الكلمة مظارة إذ في آخر الكلمة يحفظ 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 جاءت الإذ في آخر الكلمة والآن يا عزائي هيا نتعلم كيف نكتب حرف الإذ نضع يدنا على النقطة نعمل قوس نمشي على السطر أنزل مال أعلى إلى الأسفل عمود وأضع نقطة إذ في أول الكلمة إذ في أول الكلمة الآن إذ في وسط الكلمة أسحب خط من النقطة أعمل قوس أسحب على السطر أنزل عمود إلى الأسفل نقطة نقطة على الحرف إذ وسط الكلمة إذ وسط الكلمة الآن إذ في آخر الكلمة الإذ في آخر الكلمة لها شكلان متصلة ومنفصلة المتصلة بالكلمة أسحب خط قوس أمشي على السطر أنزل مال أعلى إلى الأسفل خط مستقيم وأضع نقطة إذ في آخر الكلمة متصلة متصلة بالأحرف الإذ في آخر الكلمة منفصلة قوس أسحب على السطر أنزل خط مستقيم وأضع نقطة إذ 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 أول الكلمة إذ وسط الكلمة إذ آخر الكلمة متصلة إذ آخر الكلمة منفصلة حرفنا اسمه ضاء وصوته إذ اسمه ضاء وصوته إذ أحسنتم والآن أعزاء الأطفال بعدما تعرفنا على الحرف إذ هي نتعرف على مقاطع الحرف مقاطع حرف الإذ مقاطعه مد قصير ومد طويل مقاطع المد القصير إذ إذ فتحة ذ إذ فتحة ذ إذ ضم ذو إذ ضم ذو إذ كسرة ذي إذ كسرة ذي إذ إذ المد القصير مقاطع المد القصير إذ فتحة ذا إذ ضم ذو إذ كسرة ذي أحسنتم والآن لنتعرف على مقاطع المد الطويل إذ آ ذا إذ آ ذا إذ أو ذو إذ أو ذو إذ إي ذي إذ إذ إي ذي مقاطع المد القصير إذ فتحة ذا إذ فتحة ذا إذ ضم ذو إذ كسرة ذي مقاطع المد الطويل إذ آ ذا إذ أو ذو إذ ذي إذ إذ والآن يا أطفالي هيا نقرأ كلمات حرف الإذ هذه كلمة ذا 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 مقطع ثر 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 جيء لكي تتكون، لديك كلمة كلمة ذا فر نضع مقطع ذا ذا ثر في أصبحت عنها كلمة ظآفر ظآفر ظ associates كلمة ظريف كلمة ظريف فيها ثلاث مقاطع ظريف ظريف إذن ظريف أصبحت إنا كلمة ظريف شكرا